لما نادي الأهلي دخل فيه جون كلنا وإحنا قاعدين متأكدين أن نادي الأهلي سيعود مرة أخرى مش متأكدين عشان حاجة ولكن متأكدين لأن أفشا فايق، معلول فايق، شريف فايق، حسين الشحات فايق بقية أجايي كمان فايق، بقية اللاعبين اللي موجودين فايقين وبالتالي أنت قاعد متطمن لشكل المباراة ومتطمن للنادي الأهلي وهو ده المهم زي ما قلت لحضراتكم في خلال الأسبوع اللي فات من يوم الخميس لغاية النهار مش الخميس ده الخميس اللي قبله لغاية النهاردة أربع مباراة لعابهم من نادي الأهلي عشر نقاط من 12 نقطة ده شيء جيد إحنا طبعا كلنا دائما ننظر إلى أن احنا ناخد 12 من 12 ولكن زي ما حضراتكم عارفين فاكرين مباراة بيرامدز اللي حصل فيها ولكن في النهاية هي مباراة وانتهت واستطاع النادي الأهلي أن يعود بعد هذه المباراة بشكل رائع جدا سواء أمام سموحة أو المقاولين أو النهاردة مصر المقصة مكاسب عديدة جدا في الأربع مباراة دول مسماني أدار الموضوع أو أدار الأربع مباراة في الدولة العام بشكل رائع جدا قدر يستثمر كل اللاعبين اللي عنده بحيث أنه هو يبقى عنده القماشة كلها أو اللاعبين كلهم موجودين علشان يختار منهم إن شاء الله في المباراة النهائية وهي الأهم وهي حلم اللاعبين وحلم الجهاز الفني وحلم الإدارة ومن قبلهم جمهور النادي الأهلي الكل ينتظر والكل ينظر إلى هذه المباراة موسيقى